معانا الاستاذ امير. استاذ امير. استاذ امير يبدو ان انا حضرتك بس من اول خالص عايزة بحتاجة توطي التلفزيون شوية. ايو استاذنا ايو شيخنا. نوطي التلفزيون شوية طيب. حاضر. ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي حضرتك او استاذ امير. الله يخديك يا شيخنا ازاي كامولانا. اتفضل يوم. بالنسبة للسنة المؤكدة بعد الفرد. نعم. ايه ايه? انا سامح حضرتك يا استاذ امير. بقول السنة المفروضة بعد الفرد. اه. ايه هي? سبعتاشر ركعة زي سبعتاشر ركعة بتاعت الصلاة. سبعتاشر? سبعتاشر زي السبعتاشر. سبعتاشر زي السبعتاشر. بالزبط كده. خلاص يا سيدي? ازاي بنا بقى? بص يا سيدي. انا اسمهم مع بعض. ايه. احنا عندنا قولين? قول السيدة عائشة. وقول سيدنا عبد الله بن عمر في في السنة المؤكدة بتاعة السنة المؤكدة مش بعد الصلاة بس عشان أنت حديك قلت أن السنة المؤكدة بعد الصلاة بس لا السنة المؤكدة في حي يسمعها السنة الرواتب بمصطلح ده أكتر دقة من السنة المؤكدة السنة المؤكدة هي السنة التي حافظ عليها رسول الله سلام ولم يتركها لكن فكرة السنة الرواتب اللي أنا قلت لك عليهم أمام 17 زي 17 الصلاة ده التعبير الأحسن في ركعات الصلاة ليه بقى؟ هنيجي نبص عندنا دلوقتي عندنا هو اللي بيخلي الناس مش قادرة تضبط السبعتاشر والخلاف ان ما بين ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر وما رواه السيدة عائشة ان هل نصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا ولا نصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر إثنتين هو ده اللي بيخلي الترتيب والعدد ده اللي عملتها كده وعدده ما يطلقوا سبعتاشر ركع نعم نعم